اشتركوا في القناة سيد عبد المجيد تبون يؤكد حرصه على اعطاء السلطة القضائية المكانة المميزة التي تستحقها ويجدد التزامه بتجسيد تعهداته باحداث التغيير الشامل لدى اشرافه على مراسم افتتاح السنة القضائية الجديدة بالمحكمة العلية رئيس الجمهورية يتعهد بتحسين الوضعية الاجتماعية للقضاء لتمكينهم من اداء مهامهم وابعاد اصحاب المال الفاسد من التغلغل في المصار الانتخابي وفسح المجال للشباب ودعمهم للمشاركة في صناعة القرار تدبير واجراءات محفزة للمؤسسات والحفاظ على سياسة الدعم الاجتماعي للفئة الهشة وتوقعات بارتفاع حجم الصادرات خارج المحروقات ضمن مشروع قانون المالية لسنة الفين واثنتين وعشرين مريدو الطريقة التجانية من عموم افريقيا يشيدون بالتاريخ النضالي الحافل للجزائر خلال زيارتهم للمتحف الوطني للمجاهد والخليفة العام للطريقة التجانية يؤكد على دور الجزائر في نشر الفكر التحضوري بالقارة الافريقية أهلا بكم من جديد بداية حل أمس رئيس الجمهورية رئيس المجلس الأعلى للقضاء السيد عبد المجيد تبون بمقر المحكمة العليا للإشراف على مراسم افتتاح السنة القضائية الفين وإحدى وعشرين الفين واثنتين وعشرين وقد كان في استقبال السيد الرئيس ببهو المحكمة العليا كان في استقباله وزير العدل حافظ الأختام عبد الرشيد طبي ورئيس المحكمة العليا طهر ماموني وكبار المسؤولين في الدولة يتقدمهم رئيس مجلس الأمة صالح جوجيل ورئيس المجلس الشعبي الوطني إبراهيم بوغالي والوزير الأول وزير المالية أيمن بن عبد الرحمن ورئيس المجلس الدستوري كامل فنيش ورئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق السعيد شنغريحة وعدد من أعضاء الحكومة وإطارات قطاع العدالة وبعد مراصم الاستقبال أشرف السيد رئيس الجمهورية رئيس المجلس الأعلى للقضاء بالمحكمة العليا أشرف على مراصم افتتاح السنة القضائية 2021-2022 حيث أكد السيد الرئيس التزامه التام بتوفير الحماية اللازمة وتمكين القضاة من كل الظروف التي تسمح لهم بأداء مهامهم على أحسن وجه لفرض سلطان القانون في كل الأحوال وأوضح السيد الرئيس الجمهورية أن التغييرات العميقة تشكل صفحة جديدة تؤسس لعدالة جديدة يتحرر فيها القضاة لأداء مهامهم بحياد تام ومهنية عالية مذكرا تصدي الدولة الجزائرية بصرامة للعديد من الأفعال الإجرامية التي أراد أصحابها إدخال البلاد في الفوضى وعدم الإطمئنان خاصة في ظل الظروف الصحية الاستثنائية التي عاشتها الجزائر السيد الرئيس أكد حرصه على إعطاء السلطة القضائية المكانة المميزة التي تستحقها مجدداً التزامه بتجسيد تعهداته بتحقيق كل المطالب والطموحات المشروعة للشعب الجزائري بإحداث التغيير الشامل نتابع نلتقي اليوم بمناسبة افتتاح السنة القضائية الجديدة وبذلك نعيد إحياء سنة حميدة تكرست في تقاليد الدولة وعرف المؤسسة القضائية هذه المحطة تعتبر فرصة لوكد فيها حرصه حرصه على إعطاء السلطة القضائية المكانة المميزة التي تستحقها وكذل يا أقف وأياكم على الأشواط والإنجازات التي حققها قطاع العدالة والتذكير بالأهداف المنشودة ورسم المعالم المستقبلية التي نسعى إلى تحقيقها لاستكمال بناء دولة الحق والقانون وتكريس دعائهم السلطة القضائية لسلطة قضائية قوية مستقلة وناجعة تعزز ثقة المواطن بالدولة وتولد الشعور لديهم بالأمان والطمأنينة السيد الرئيس أكد أيضا أن التغيير الحقيقي والشامل بدأ بخطا ثابتة بداية بالتعديل الدستوري وصولا إلى بناء الصرح المؤسستي الجديد للجزائر لقد تعهدت أمام الله وأمام الشعب الجزائري كله غدا تمنحي بثقته في الاتخابات الرئاسية بتحقيق مطالبه وطموحاته المشروعة من أجل إحداث تغيير شامل وحقيقي يسمح بتقويم وطني وإعطاء انطلاق جديد لبلادنا ويتيح له العيش في جزائر ديمقراطية مزدهرة وفية لقيم ثورة الفاتح من نوبمبر 1954 ورسالة شهداء الأبرار إن هذا المسعى استوجب إحداث تغيير شامل وحقيقي يسمح بتقويم البناء الوطني ولإنجاح هذا المسار توجب علينا احترام المراحل والسير بخطأ ثابتة بدأناها بالتعديل الدستوري الذي زكاه الشعب ثم شرعنا بعدها في بناء الصرح المؤسساتي الجديد تداء بتنظيم انتخابات تشريعية لاختيار الشعب الممثله في المجلس الشعبي الوطني وحرست فيها وحرست فيها الدولة كل الحرص على إبعاد أصحاب المال الفاسد من التغلغل فيه ومن خلال إعادة النظر في النظام الانتخابي بهدف أخلقت الحياة السياسية وإبعاد تأثير المال السياسي عن المسار الانتخابي وفسح المجال للشباب وتقديم كل الدعم لهم للمشاركة في صناعة القرار السيد الرئيس أبرز حتمية احترام أحكام القضاء والصهري على تنفيذها من قبل الجميع مهما كانت مكانتهم في هرم الدولة كما يجدر التأكيد أيضاً على موضوع لا يقل همية عن سابقه وهو احترام أحكام القضاء والصهري على تنفيذها من قبل الجميع وأقول الجميع مهما كانت مكانتهم في هرم الدولة دون استثناء لأن تنفيذ الأحكام هو شرط أساسي وجوهري نابع من سيادة الشعب لأن الأحكام تصدر باسم الشعب الاعتبار أن الأحكام القضائية تصدر باسم الشعب الجزائري وهي تجسد عملياً روح القانون ومقاصد المشرع من خلال القوانين التي صوت عليها ممتل الشعب ثم ما فائدة سن النصوص سن النصوص القانونية وإصدار الأحكام القضائية إذا لم تنفذ لم تنفذ بإسراء في وقت ممكن ليسترجع كل دي حق حقه وينتفع به وهذه كان ظاهرة حقيقة في بعض المؤسسات الدولة سواء كان المؤسسات الاقتصادية أو المؤسسات الإدارية يعني لا يحترم قرار الحال للقاضي يعني غير معقول ما نقدرش نبني دولة قانون إذا كان يصدر قرار في حق موطن وميأخذ حق وراها دولة القانون وراها دولة الحق وراها دولة له كما جدد السيد رئيس الجمهورية تأكيد بأن الإصلاحات في قطاع العدالة سمحت بمنح كل الصلاحيات لتسيير شؤون القضاة للمجلس الأعلى للقضاء منح جميع الصلاحيات تسيير شؤون القضاة للمجلس الأعلى للقضاء الذي أصبح يتشكل من أغلبية من قضاة منتخبين من قبل زملائهم كما حظي التنظيم النقابي للقضاة بالتمثيل في هذا المجلس في سابقة تعبر عن حرصنا على توفير الحماية للقاضي وتعبد طريق استقلالية السلطة التي ينتمي إليها إن هذه الضمانات سوف تتجسد بصدور القانون العضوي المتضمن القانون الأساسي للقضاء والقانون العضوي المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء ومن هذا المنبر أطلب من الحكومة إسراء في دراسة هذين القانونين في القريب العاجل قصد عرضهما على البرلمان وضمن الإصلاحات المنتهجة أكد سيد رئيس الجمهورية على ضرورة إعادة النظر في السياسة العقابية للمنظومة القانونية للجزائر إن مراجعة السياسة العقابية تحتل مكانة متميزة في مصاري إصلاح العدالة لتعود بالأثار الإيجابية على مجتمعنا فالعدد متزايد لنزلاء المؤسسات العقابية أصبح ينهك كاهل الدولة ولا يعود بالنفع العام على المجتمع مما يستوجب إيجاد حلول أخرى أكثر نجاحة لتدارك هذه الوضعية ومنها تسجيع العقوبات البديلة لعقوبات الحبس وإعطاء العناية اللازمة لسياسة إعادة الإدماج أقول العقوبات البديلة لعقوبات الحبس وإعطاء العناية اللازمة لسياسة إعادة الإدماج ويبقى هدفنا الرئيسي هو وضع السياسة وقائية ترمي إلى الابتعاد عن الجريمة بمختلف أشكالها وعدم الاكتفاء بالردع فقط بقدر ما يستدعي الأمر لاهتمام بالجانب الوقائي أيضا هذا وكان السيد رئيس الجمهورية رئيس المجلس الأعلى للقضاء كان قد أخذ صورة تذكارية مع أعضاء المجلس الأعلى للقضاء ووزير العدل حافظ الأختام عبد الرشيد طبي ورئيس المحكمة العليا الطاهر ماموني وزير العدل حافظ الأختام عبد الرشيد طبي كان قد أكد في كلمة له بالمناسبة أن افتتاح السنة القضائية يحمل دلالة ورمزية وهو فرصة لعرض أهم المنجزات واستشراف ما ينتظر جهاز العدالة من عمل في ظل الإصلاحات التي باشرتها بلادنا لاستكمال بناء مؤسستها إن افتتاح السنة القضائية الجديدة وإن كان يحمل دلالة ورمزية للأسرة القضائية إلا أنه فرصة سيد الرئيس لعرض أهم الإنجازات التي تحققت خلال السنة المنصريمة واستشراف ما ينتظرنا من العمل في المرحلة المقبلة سيد الرئيس الجمهورية الحضور الكريم لقد شهدت الجزائر محطات تاريخية هامة وسلسلة من الإصلاحات السياسية والمؤسستية استهلت بتعديل الدستور الذي كان نقطة الانطلاع لبناء مؤسسات جديدة بدأت بانتخاب نواب المجلس الشعبي الوطني ونحن نستعد لاستحقاق وطني هام يتمثل في الانتخابات المحلية المزمعية إجراءها في شهر الطورة والنضال شهر نوفمبر العظيم ومع تكيف باقي المؤسسات الدستورية مع الدستور الجديد ستكون بلادنا قد استكملت بناء مؤسساتها ولقد شكل موضوع استقلالية السلطة القضائية أحد أهم حاور الإصلاح الشامل الذي جاء به دستور الفاتح من نوفمبر 2020 بل كان محور القضاء محل الاهتمام العديد من المتابعين في داخل الوطن وخارجي لقد أحدث هذا الدستور إصلاحات قوية تضمن استقلالية السلطة القضائية كان أهمها تعزيز صلاحيات المجلس على القضاء وتوسيع المشاركة القضائية فيه بما يضمن التمثيل الكافي للقضاء ونقابتهم كما ضمن للدفاع حقوقا أساسية في ممارسة مهامه ووفر له الضمانات القانونية التي تكفل حمايته من كل أشكال الضغوط وممارسة المهنة بكل حرية في إطار القانون فضلا على توفير الضمانات للمتقاضي من أي تعسف يزدر من القاضي من جهته رئيس المحكمة العليا الطهر ماموني أكد أن إحياء افتتاح سنة القضائية موعد مكرس دستوريا ويعكس الاهتمام بقطاع العدالة وتحقيق مصداقية جهاز العدل في كنف سيادة دولة الحق والقانون والقانون أولى من دواعي الغبطة والابتهاج أن نلتقي اليوم في هذا الجمع الكريم بعد غياب طويل لإحياء ذكر افتتاح السنة القضائية هذا الموعد المكرس دستوريا ونستضيف من خلاله السيد رئيس الجمهورية رئيس المجلس الأعلى للقضاء والذي يعكس حضوره بيننا مدى اهتمامه الشخصي ورعايته السامية لقطاع العدالة رغبة منه في إعطاء دفعا معنويا لتحقيق مصداقية الجهاز في المجتمع وتحقيق العدل المنشود في كنف سيادة دولة الحق والقانون إلى ملف التعاون الآن وممثلا لسيد رئيس الجمهورية يشارك الوزير الأول وزير المالية عيمن بن عبد الرحمن اليوم في قمة مبادرة الشرق الأوسط الأخضر التي تحتضنها عاصمة المملكة العربية السعودية الرياض وتهدف هذه القمة إلى تعزيز التعاون وتوحيد الجهود لمواجهة تحديات التغير المناخي في المنطقة هذا وستشكل قمة الرياض فرصة لإبراز المجهودات التي تبذلها الجزائر وكذل اتزامها بمكافحة ظاهرة التغير المناخي وحماية التنوع البيئي موفدنا إلى الرياض ولد ساري انطلاقا من دور الجزائر الرياضي في الحفاظ على المناخ ودعم جهود المجتمع الدولية في مواجهة التحديات الرئيسية يشارك الوزير الأول وزير المالية السيد أيمن بن عبد الرحمن ممثلا لرئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون في قمة مبادرة الشرق الأوسط الأخضر التي تحتضن أشغالها العاصمة السعودية الرياض وفي إطار التحضيرات للقمة البيئية العالمية أكد وأثنى العديد من الخبراء ورؤساء منظمات دولية مهتمة بالبيئة على الدور الهام والجهود الكبيرة التي تبذلها الجزائر حفاظا على المناخ سعودية والجزائر تتحدث عن أشقاء على الصعيد العربي وأيضا التوجه في مسألة المناخ هو توجه عالمي للمحافظة على الحد الأدنى من التأثيرات للتغير المناخي أشكر الجزائر على المجهودات التي قامت بها في الحفاظ على البيئة وكذا تسيير ورسكلت النفايات والحفاظ على المناخ ونظافة المحيط كما أن الجزائر تتميز بشريطها الساحلي الجميل لذا وجب الحفاظ عليه بيئيا ونرجو من الجزائر أن تتبادل خبراتها مع دول البحر الأبيض المتوسط قمة مبادرة الشرق الأوسط الأخضر ستكون الجزائر حاضرة فيها بعدة تجارب وإسهامات خاصة وأنها التزمت باتفاقية باريس للمناخ منذ سنة 2015 هذا ليس بغريب على بلدين كبيرين في المنطقة مثل الجزائر والمملكة العربية السعودية على الاهتمام بالمناخ لتأثيره المباشر على الحياة ونوعية الحياة وجودة الحياة للمواطن فبلا شك أن القمم الشرق الأوسط الأخضر والسعودية الخضراء والشباب الخضراء أيضا كلها تعني بمستقبل المناخ في المنطقة وبلا شك أن الزراعة أو الأشجار أو الشجر يعني الكثير لأنه يعني الحياة فإذا شاركت هذه البلدين مثل الجزائر والمملكة العربية السعودية ليس بغريب مشاركة الجزائر في قمة مبادرة الشرق الأوسط الأخضر التي تحتضنها المملكة العربية السعودية هو دليل على مواصلة الجزائر في جهودها من أجل إحداث تأثير عالمي لمواجهة ظاهرة التغيير المناخي وحماية الأرض والطبيعة والإسهام أكثر وبشكل قوي وفعال لتحقيق المستهدفات العالمية خلال المؤتمر القادم للأمم المتحدة للتغيير المناخي بيغالاسكو وليد ساري مبعوث التلفزيون الجزائري الرياض المملكة العربية السعودية برلمانياً قدم أمس الوزير الأول وزير المالية أيمن بن عبد الرحمن عرضاً حول مشروع قانون المالية لسنة الفين واثنتين وعشرين وذلك أمام لجنة المالية والميزانية بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان بسمع زوار العرض تطرق خلاله أيمن بن عبد الرحمن إلى ارتفاع الصادرات خارج المحروقات واضحاً أن الزيادة في أسعار المواد الاستهلاكية يعود إلى ارتفاع سجلته المواد الأولية بالأسواق العالمية كما أكد أيمن بن عبد الرحمن أن تنوع الاقتصاد حتمية للخروج من الاقتصاد الريعي داعياً إلى ترشيد النفقة يتعين تكريس سنة 2022 لتعزيز الإجراءات التي أقرتها السلوطات العمومية من أجل أولاً تحفيز وتنويع النشاط الاقتصادي لإنعاش النمو وتقليص الاحتماد على المحروقات إعادة التوازنات الحسابات العمومية على المدى المتوسط ثالثاً ضمان استمرارية الميزانية العمومية حيث خصصت سنة 2021 كما قلت لتعزيز التدابير المتخذة خلال 2020 والتي من شأنها السماح بي أولاً العودة التدريجية للنشاط الاقتصادي إلى مستويات تسمح بتغطية الخصائر المسجلة سنة 2020 ثانياً التخفيف من اختلالات الحسابات الداخلية والخارجية للدولة فيما يخص سهم مجامع التأطير الاقتصادي الكل والمالي فقد تم إعادة إعداد ومناقشة التأطير الاقتصادي الكل والمالي المتعلق بالفترة 2021-2024 مع الدوائر الوزارية المكلفة خاصة أو لا سيما بالطاقة الفلاحة الهياكل التابعة لوزارة المالية وكذا بنك الجزائر وتأخذ هذه التوقعات بعين الاعتبار مستويات الإنجاز إنجازات السابقة وآفاق إنعاش النشاط في القطاعات الاقتصادية نتيجة الإجراءات الوقائية وإجراءات الإنعاش الاقتصادي التي تنفذها السلطات العمومية كما أنها تأخذ بعين الاعتبار البيئة الاقتصادية الدولية المتعلقة بشكل خاص بسوق المحروقات الوزير الأول وزير المالية أكد أن الدولة ماضية في الحفاظ على سياسة الدعم الاجتماعي خاصة للفئات الهشة استمرار دعم الدولة من أجل الحفاظ على المكاسب الاجتماعية للمواطنين لا سيما في مجالات الصحة التعليم وكذلك المحافظة على القدرة الشرائية للمواطنين بالإضافة إلى ذلك يظهر هيكل التحويلات الاجتماعية لسنة ٢٢ الحفاظ على حصة معتبرة من دعم الدولة للأسر والدعم الممنوح لقطاع عي السكن والصحة حيث يمثل تمثل هذه الفئات ما يمثل ٦٠٪ من مجموعة التحويلات الاجتماعية وسيبلغ دعم الأسر 597.7 مليار دينار جزائري بزيادة قدرها ٨٠٪ مقارنة بقانون المالي التكملي سنة ٢١ ما يمثل ٣٪ من إجمال التحويلات ويشمل هذا الدعم بشكل أساسي دعم أسعار المنتجات الأساسية من حبوب حاليب سكر وزيت مساهمة الدولة في صندوق احتياطات التقاعد والتعويضات التكميلية لمعاشات التقاعد والعجز والتعويضات التكملية لعلوات التقاعد والتعويضات التكملية للمعاشات والمكافآت والزيادة الاستثنائية بـ 5% لمعاشات وعلوات التقاعد لكل من نظام الأجراء وغير الأجراء في بيان لوزارة الشؤون الخارجية أمس سلم محمد عن ترداود الخميس الماضي للأمير ألبرت الثاني أميري موناكو أوراق اعتماده بصفته سفيرا مفوضا فوق العادة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى إمارة موناكو مع الإقامة في باريس وجرت المراسم بحضور مستشار الحكومة وزير العلاقات الخارجية والتعاون وقنصل الجزائر بنيس في تعاون وعشية عقاد الدورة السابعة للجنة الحدودية المشتركة الجزائرية النيجرية المزمع تنظيمها اليوم وغدا بالعاصمة حل أمس وزير داخلية النيجر الكاش الهادة بالجزائر وقد كان في استقباله بأرضية مطاره وربو مدينة دولي وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمران كيا كمال بالجود كما تكتسي هذه الدورة أهمية بالغة لتعزيز وتطوير التعاون بين البلدين الشقيقي على همش الاحتفاء بقطبانية مؤسس الطريقة التجانية زار أمس وفد من مريدي الطريقة التجانية من عديد الدول الإفريقية زاروا متحف المجاهد بالعاصمة وقد أكد الحاضرون على دور الجزائر في تصدير الفكر التحرري إلى كل إفريقيا مثمنين محطات الكفاح الجزائري من أجل استرجاع السيادة الوطنية المتابعة لهشام بوميدا مريدو طريقة التجانية حضروا إلى الجزائر من عديد الدول الإفريقية وحتى من فرنسا زاروا متحف المجاهد ووقفوا عند أهم المحطات المخلدة لتاريخ الجزائر أي إنسان سليم في عقله وسليم في روحه وسليم في جسده عندما يزور هذا المتحف يعرف أن الجزائر على الطريق المستقيم وأن مواقفها في دعم الشعوب الأخرى وأيضا حركتها إلى الآن في نشر ثقافة السلم والأمن الإنساني كلها تاتي من مرجعية تاريخية هي الآن أولى بتسويق هذه القيم ليس فقط في إفريقيا وإنما في العالم أجمع الخليفة العام للطريقة التيجانية ثمن زيارة الوفد إلى الجزائر للمشاركة في قطبانية مؤسس الطريقة التيجانية تزامنا مع شهر ربيع الأنواع جاءتنا فرحتين الفرح الأولى وهي شهر سيد الوجود صلى الله عليه وسلم والفرح الثاني هو القطبانية انتع الشيخ سيد الحمد الجاني رضي الله عنه تلقاوا مع بعضهم بعض لأنه هو شيخ سيد الحمد الجاني بالرسول الله صلى الله عليه وسلم تلقاوا مع بعضهم بعض الشهر سيد الوجود وإحياء القطبانية لشيخ حمد الجاني وجاءت هذا النخبة قليلة ولكن الصدا انتعها كبير الوفد زار أجنحة المتحف الثلاث وتلقى شروحات خاصة جناح المقاومة الشعبية المسلحة وجناح الحركة الوطنية وجناح الثورة التحريرية إلى مستجدات الوضعية الوبائية بالبلاد الآن حيث تم تسجيل اثنتين وسبعين إصابة جديدة بفيروس كورونا وأربع وفيات رحمهم الله فيما تماثل ستة وستون مريضا للشفاء حسب ما أفاد به بيان لوزارة الصحة دوليا وفي الشأن الصحراوي شن جيش التحرير الشعبي الصحراوي أمس شن هجمات جديدة استهدفت نقاط تمركز قوة الاحتلال المغربي ومنشآته العسكرية المنتشرة خلف الجدار الرملي على مستوى تخندقات قوة الاحتلال المغربي بعدة مناطق ونختم بالرياضة حيث تأهل فريق وفاق سطيف إلى الدور التمهيدي الثالث إياب بعد تغلبه بهدفين دون رد على منافسه نواديب الموريطاني ضمن منافسة رابطة أبطال إفريقيا لكرة القدم كما تفوق فريق شباب الوزداد بهدفين لصفر أمام نظيره أسيك ميموزا الإفواري لحساب إياب الدور التمهيدي الثاني بينما تأهل فريق شبيبة القبائل بعد فوزه على ضيفه الجيش الملكي المغربي بنتيجة هدفين مقابل واحد ضمن إياب الدور التمهيدي الثاني من كأس الكونفيدرالية الإفريقية لكرة القدم هنيئا لنوادينا الفائزة والمتأهلة في هذه المنافسات الإفريقية بذا نختم نشرة أخبار متصف الليل في أمان الله